احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله وليه الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين ثمما بعد احبة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومع حلقة جديدة من برنامجكم اليوم طريق النور بر الوالدين بر الوالدين يأتي دائما مع امر الله عز وجل بتوحيده ويقترن عقوق الوالدين دائما بعد نهي الله سبحانه وتعالى لكل الناس عن الشرك به والعياذ بالله رب العالمين ثلاث او ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة العاق الوالدين والمرأة المترجلة والديوث وثلاثة لا يدخلون الجنة العاق الوالدين ومدمن الخمر والمنافق او في رواية المنان بما اعطى اذا رأينا الثلاثة الذين لا ينظر الله اليهم يوم القيامة الاول واحد في يوم العاق الوالدين لماذا العاق الوالدين العاق الوالدين هو منكر نعمة كبرى في حالة انكار نعمة كبرى من النعم وهي نعمة وجود الوالدين فيا بشرى لانسان لحق ابويه او احدهما يعني لا يلاحق ابويه او احدهما وادخلاه الجنة ليه الاب والام على باب الجنة ليفعل شوف اسمعوا هذه واحفظوها بذلات الاولاد وابناتي من الشباب والشابات في البيوت ليفعل البار بوالدي مهما يفعل من ابواب الشر فلن يدخل النار باذن الله وليفعل العاق لوالدي مهما يفعل من ابواب الخير فلن يدخل الجنة الا عقوق الوالدين شوف اذا بات الاب باكيا او حزينا او كاسف البال او باتت الام باكية حزينة كاسفة البال على ايذاء ولدها او ايذاء ابنها والاب كذلك عندما يعني احنا كنا صغار ضعاف فقراء لا لملك وكان الاب هو القوي الغني الذي عنده المال فكان ينفق علينا فلما الامور الزمن يتغير الاب يكبر يصير ضعيفا وقد يفتقر لانه اصبح لا يعمل اصبح الولد هو القوي وهو الذي بيده المال لكن لما رأى عمر هذا الرجل يحمل امرأة فوق كتفيه ويطوف بها في الحرم قال يا امير المؤمنين هذه امي جئت بها من الشام اؤدي لها بها مناسك الحج وانا الذي اطعمها بيدي واسقيها بيدي وهكذا تراني احملها لتوضح حول الكعبة وتؤدي مناسك الحج اكون قد قضيت حقي نحوها قال عمر كلا ولا بطلقة واحدة من طلقات ولادتك كانت تصنع معك هذا كله وتتمنى لك الحياة وانت تفعل معها هذا وتتمنى لها الموت يا الله انت تعمل معها هذا ونقول يا ربي اسطنا عشان تموت وتستريح سبحان الله ولتلك لما النبي قال انا نبئكم باكبر الكبائر يعني فيه كبائر اكبر الكبائر اول شيء اشراكوا بالله وعقوق الوالدين وشهادة تزور عقوق الوالدين يعمل الشرك فورا اكبر الكبائر ان تشرك بالله ان تعقل والدي ان تشهد الزور ولعٰذب الله رب العالمين فعقوق الوالدين كارثة كبيرة انا انبه ابناء وبناتي دائما الاولاد والبنات لما الاب يصدر قرار على غير هوا الولد او البنت. الولد اخذ موعدا مع اخوانه. يا ابي. فجأة يا فجأة الاب. انا اليوم خارج مع زملائي. الاب يقول لا والله احنا رحين نزور خالق. احنا في زيارة عمك. احنا في ضيوب جايل لنا. يدخل الولد ويصفق الباب خلفه. معلنا عن اضرابه ومعلنا عن غضبه من ابيه. الا يدري هذا الولد? ان العلماء قد قالوا. من نظر. من نظر. مش صفق الباب. مش اشاح بيده. لا. من نظر الى ابيه او امه شزرا. يعني استكبارا. كبرياء ازدراء. لم يعجبوا الكلام. من نظر الى ابيه او امه شزرا. امسكت الملائكة عرش الرحمن خشية ان يسقط من غضب الجبار سبحانه. هذا الكلام دائما نكرره على اسمع اولادنا وبناتنا. في نقطة. يا اولادي يا بناتي. الا تعملو في ابوك وامك. هيقعد لك في الذرية. من بر اباه وكان بررا بهم. ربنا يرزقوا اولاد بررا. ومن عق والديه. رزقه الله باولاد يعقونه. كما تدين تدان. البر لا يبلى. الذنب لا ينسى. الديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدينه تدان. يبقى اذا القضية. يعني زي ما نقوله العوام. سلف ودين. اه. يعني انت هتسلف عقوق. هيبقى عليك الدين ده. هتقضي من ايه. ما قولي عياذ بالله. من اولادك. اطلع اولادك. والعياذ بالله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى. ان يفيق ابنائنا وبناتنا من هذه القضية. الولد. لعجبه الطعام. ولعجبه الشراب. ولعجبه الملبس. ولعجبه المسكن. ولعجبه شيء. وهو عند سن البلوغ لا شيء له عند ابيه. ملوش حاجة عند ابوه. الا تفضلا من الاب. لكن الولد متمرد. اه. لا يرضى. يا ابن ابو الشوك شكر الله لك. اه. الحمد لله. بارك الله. لا حوله ولا اخوة الا بالله. نحن نريد ان نكون كما كان انس رضي الله عنه. انس تشكو امه. الى الرسول صلى الله عليه وسلم. يا رسول انس. يأبى ان يأكل معي. في صحفة واحدة. ليه يا انس? لماذا? قال اخشى يا رسول الله. ان تمتد يدي في الصحفة. الى شيء وقعت عليه عين امي. فاكون عاقل لها يوم القيام. الله. شوف شوف العظمة. شوف الرقة. شوف الاحساس. شوف البر. الله اكبر. انس يخاف. انه لما قعد يأكل مع امه في طبق واحد. ان ايده تمتد الى جزء في في الصحفة. عين امي وقعت عليه. لا حول ولا قوة الله بالله. والرسول صلى الله وسلم يصعد الى المنبر ويقول امين امين امين. فلما واحدة منهم الشات في القضية عشان قصر وقت الحلقة. قال الصحابة لما قلت امين? قال يا بؤس انسان ادرك احد ابوي او كليهما ولم يدخله الجنة. قل امين يا محمد قلت امين. اي واحد لحق ابوه او امه او كلاهما كان على قدر الحياة. ولم يكون سبب في دخول الجنة. فمتى? فمتى? سبحان الله العظيم. فاذا الانسان لا اله الا الله. ان ان القصة البسيطة للرجل الذي يقول لولده. الولد كبر عنده خمسة وعشرين سنة. كان لبصر للرجل الاب. فقول لولده ايه? ايه يا ولد اللي على النافذة دي? قال يا ابي عصفور. قال طيب شوية وسكن. وثم سأل ابنه مرة. ولدي انت قلت لي ايه اللي على النافذة? قال يا ابتي قلت لك عصفور. طيب. ثالث مرة. يا ولدي ايه اللي على النافذة? فاحتد الولد على الابيه. اه لا قلت لك عصفور. فذهب الاب بهدوء وجاء بضفتر قديم. عنده من ايه? من واحد وعشرين اتنين وعشرين سنة. قال له تعالى يا ابني. سجل الاب مذكراته. وقال ولدي فلان وقد اكمن من العمر الثالثة. ما هذا الذي يقف على النافذة? قلت له عصفور. فلم يستطع ان ينطقها. فظل يسأل يسألني ثلاثة وعشرين مرة. وكل مرة ابتسم. واقول له عصفور حتى حفظها. فانظر الفرق بين رحمة الاب وجلافة الاب. لا اله الا الله. لماذا? لان ابناءنا لم يلدون. ولكننا نحن ولدناهم فهم جزء مننا. لكن احنا للأسف من جزء منهم. لكن يجب ان نراعي ان الاب والام بعد حق الله سبحانه وتعالى اكبر الحق في ان نبرهما. الليبات اليبيت احدهما غاضبا منا او حزينا. يا بشرى لانسان لحقه. احد ابويه بعد ان انجب. وعارف قيمة الضنة. قيمة الولد. قيمة البند. قيمة فلدة الكبد. كيف ان الولد لو حرارته اتفحت ما يجيكش انت نوم ابدا. وكل شوية تتردد على غرفته تقيس له درجة الحرارة. هكذا صنع اباؤنا معنا. وصنعت امهاتنا معنا. وللأسف بعد ان كبروا تركناهم في دور المسنين ودور العجزة. نسأل الله سبحانه ان يرقق قلوبنا. وان يجعلنا بررة بابائنا. حتى وان كانوا ماتوا. نصور الرحم التي كانت لا توصل الا بهم. عمي وعمتي وابن عمي وابن عمتي وخالي وخالتي والد خالتي وابن خالي. هؤلاء يدخل السور حتى صديقهما من بعدهما. كان لما تيجي واحدة زور الربي صلى الله عليه وسلم يجد ويفتح الالباب. انها فلانة كانت تزورنا ايام خديجة. فصلة الرحم التي لا توصل الا بيهما. اذا كانوا قد ماتوا هذا. يوصل برا الى ابائنا وامهاتنا. اللهم ارحم ابائنا وامهاتنا وبارك في من عاش منهم. واجعلنا بهم بررة. واجعل ابناءنا بنا بررة يا رب العالمين. وصلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم. لا تنسون من صالح دعائكم. ونستدعكم الله الذي لا تضيء ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.